لا تتوقف الهجرة من سوريا ظروف معيشية تزداد صعوبة يوما بعد يوم تزدهر تجارة الكبتاجون وتقل فرص العمل لأصحاب الخبرات والشهادات تصنيف جديد لموقع Global Economy المتخصص بدراسة الأفاق الاقتصادية للبلدان يظهر تصدر سوريا قائمة أسوأ الدول العربية في هجرة الكفاءة والكوادر العلمية نقيب أطباء سوريا التابع لسلطة الأسد غسان فاندي قال في وقت سابق إن هجرة الأطباء واقع يفرض نفسه بسبب الوضع المعيشي مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة رفع الأجور إلى الحد المطلوب حاليا ليتماشى مع الواقع الاقتصادي ما يعني استمرار المشكلة وتفاقمها تحتل سوريا أيضا المرتبة الثانية عربيا وعالميا بين الدول الأكثر فسادا وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ولعام جديد تحافظ العاصمة دمشق على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية وفق تصنيف النشرة مجالة إيكيلوماست وبينما يبدو الواقع في انهيار مستمر يزيد انسداد الأفق من دفع مزيد من السوريين لاتخاذ قرار الهجرة آخر المنح المالي التي أصدرها بشار الأسد للموظفين بلغت 150 ألف ليرة سورية أي نحو 19 دولارا للعاملين والمتقاعدين في الدولة وهو مبلغ لا يكاد يكفي ليوم واحد هناك في ظل الغلاء الحاد الذي أصاب كل شيء منحة أثارت استياء الشارع السوري لمناطق سيطرة السلطة الأسد الذي انقطع أمله بانفراجة للواقع بينما تبدو مساعي سلطة الأسد غير مجدية